وفيما تعلق بملف كورونا ما زال الجدل قائم حول إمكانية تحديد الدول لجوازة صفر كورونا وذلك لإنعاش حركة السياحة في المرحلة المقبلة يأتي هذا الجدل في ظل عدم موجود اتفاق دولي على شكل ومضمون هذا الجواز حتى الآن وسيحمل هذا الجواز شهادة مفصلة من الطبيب عن تفاصيل اللقاحات المستخدمة هذا وتسارع دول بالاتحاد الأوروبي في العمل على إصدار هذا الجواز لإنقاذ السياحة في الوقت الذي حددت فيه المفوضية الأوروبية الـ 21 من يونيو المقبل لبدء العمل به في حين ترفض دول أخرى بالاتحاد العمل بهذا الجواز على كل حال مزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل عربي مرزوق مراسل أكستر نيوز من برلين عربي أرحب بك إلى هذه الجولة من الآن بداية يعني حدثنا أكثر عربي عن وضع ألمانيا فيما يتعلق يبدو أن إيطاليا سوف تصدر هذا الجواز منتصف هذا الشهر أو سيتم العمل بهذا الجواز منتصف هذا الشهر ماذا عن الوضع في ألمانيا؟ ندى في البداية ألمانيا أمامها بعض الوقت الإصدار مثل هذه الشهدات الرقمية التي من المفترض أنها تصدر نهاية شهر الجونيو المقبل الهدف من وراء هذه الشهدات الإلكترونية هو عبارية التزوير الذي تم خلال فضل الماضية في عدد كبير في موضوع من دول الاتحاد الأوروبي هناك أفراد عبر شبكات الانترنت كاموا بتزوير شهدات التطعيم سواء شهدات على صفراء المنزور الأسفر أو المنزور التطعيم أو شهدات التطعيم بشكل عام وكاموا بيبايع عنها على الانترنت وكل من يستطيع شبكاتها يستطيع تصول على قرارياتها والتناقل داخل الاتحاد الأوروبي لذلك المفهدات الأوروبية بالتعاون مع الدول الاتحاد الأوروبي ابطأوا أن الحال الوحيد هو إنشاء قاعدة بيانات مركزية لها ثابتة مركزية يستطيعون تسجيل عليها كل من حصل على اللقاح المضاد للفيروس التورونا داخل الاتحاد الأوروبي وأيضا من لدي شهادة سنبية داخل الاتحاد الأوروبي وأيضا كل من أصيب بالفيروس وتم شفائه والثلاث الفئات سوف يتطورنا الاتحاد البقرية داخل الاتحاد الأوروبي الشهادة الرقمية من المفترض حسب التصويت الذي تم داخل الاتحاد الأوروبي بعض الدول الأوروبية رفضت ذلك ولكن المواضيع الدول الأوروبي صلتت بالموافقة على نفس هذه الشهادات ومن المفترض العمل فيها النهاية شهر يوم المنبا الأمر رائع في البساطة أن كل شخص حصل على تطعيم سوف يحصل على شهادة علينا باركود وهناك تطبيق سوف تنزيل أي مواطن الاتحاد الأوروبي أو حتى في العالم على جبابي وخاص فيه وعندما يحصل على شهادة التطعيم أو حتى في فاحس سلبية سوف يكون بمسح الاربور وسوف يكون الشهادة موجودة بشكل رقمي على هذا إذا أراد أن يسافر إحدى دول التحاد الأوروبي سيمكنهم مسح هذا الاربور في المطار وبالتالي أشهر ستستطيع تنقر البقرية الأزمة الأساسية الآن داخل التحاد الأوروبي هذا هو التحدي الكبير هل ستستطيع دول التحاد الأوروبي تنفيذ هذا النظام الغاية في التعفيض والغاية في الصعوبة خلال السبعة أسابيع المقبلة من المطلوب بداية من شهر من تقريبا من ما بين 20 يوم وحتى نات شهر يوم أن يتم العمل بهذا النظام ولكن هناك تشكيكا جديرا وهو الذي سيفتح باب النظر أمام وسائل إعلام الأوروبية والبرلمان الأوروبي وحتى الدولة التحاد الأوروبي هجوما طيب عربي يعني هذه الحالة من حالات الجدل لا تفاق دولي حتى الآن على هذا اللقاح كما تفضلت أيضا أنت وذكرتها تشير الكثير من التقارير حالة الجدل على ماذا تحديدا عربي هل هي على نوعية اللقاح ربما الذي سيتلقاه المواطن من أي دولة خارج إذا ما تحدثنا على سبيل المثال عن ألمانيا هل الوضع سيكون مقتصر على اللقاح الذي سيتلقاه من سيأتي ألمانيا من أي دولة في الاتحاد الأوروبي أم تحديدا ما هي المعوقات لوجود اتفاق أو أرضية صلبة من دول الاتحاد الأوروبي المنفوضات أوروبية لا تتصرق فيما يستهدل قرارات لما يفتح باب الناجد والهجوم من وسائل الإعلام والمواطنين الأوروبيين هذا هو السبب الرئيسي التصرق أن النظام غاية في التعقيد السبعة وعشرين دولة داخل الاتحاد الأوروبي طيب يكون له قاعد البيانات المركزية مثلها مثل قاعدات البيانات التي تبدلون عليها معلومات المجرمين على تحديد المسائل وهي قاعدة بيانات غاية التعقيد من المفروض أن تتولاها في ألمانيا أكبر تركات صف طوير من المسائل هنا في ألمانيا أنت نفيدك في هذه الفترة المقبلة وجميعاً صوت منارة طيب